المشاهدين اليوم ختامنا راح أتكلم عن شيء قانوني يهم جميع السيدات طبعاً لما الشخص يبدأ يفكر بمشروع الزواج الشاب تحديداً يعني يكون هدفها أنه هو يأسس أسرة وقتها طبعاً أو بوقت التفكير يبدأ بالتفكير يعني بالمهر والبيت والحياة ما بعد الزواج والارتباط الأمور التقليدية فعلاً يمكن السيدة على طول تفكير على طول بالحفلة بالفستان والأغاني والعرس ويلا مين حييجي ومين ما حييجي بس بينسلوا الموضوع لها أكبر من كلم كتير هو عقد ولا بد للعقد من أن يدرس جيداً يعني يعني لازم يتبه للتفاصيل التفاصيل طبعاً من قبل الطرفين قبل التوقيع عليه اليوم حنفهم عقود الزواج بطريقة أفضل وأبسط معنا اليوم المحامية والمستشارة القانونية ديانا حمادة يسعد صباحك يا أهلا وسهلا فيكم نورتينا وصباحكم إن شاء الله الصباح تعيد تسلموا إيش الطلة الحلوة هذه تسلمي 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 يا قبل ما تقصرون الله يخذيك في البداية أستاذة ما هي أركان عقد الزواج وكيف يعني نخلي عقد نافط وما هي المتطلبات لإكتمال هذا العقد العقد كما نعرفه يعني العقود لازم فيها طرفين فيها محل العقد فيها موضوع فيها إجابة وقبول لكن العقد اللي يرتبط فيه طرفين للزواج هو عقد فيه قدسية فيه شرعية يعني تجي من الشرع يعني إحنا بالنسبة لنا المسلمين عقد شرعي بالنسبة للمسيحيين مراسيم زواجهم تتم في الكنائس ففيه عقد قدسي فهذا هو اللي يميز هذا العقد عن العقود الأخرى وهذا العقد نتيجته أسرة أطفال فهذا العقد له أهمية تفوق كافة العقود أنا في رأيي الخاص إيش الأركان اللي لازم تكون موجودة في هذا العقد؟ مثل ما قلنا الطرفين إجابة وقبول واحدة من الأمور اللي دائما تأخذ إلى حد على العقد الشرعي الإسلامي إنه لابد من يكون فيه من ولي للمرأة فرضا هذا مثلا هذا الجزء من العقد اللي نسأل عنه هذا هو الركن المتعرف عليه البسيط الركن المتعرف عليه بس مش في كل الدول لأن مش كل المذاهب الإسلامية تأخذ فيه فأنت عندك مثلا نحنا كموالك مثلا في منطقة الجزيرة العربية بعضا مننا نحنا نأخذ بالولي لكن في مصر مم محتاجة إلى ولي مثلا في بلاد الشام مم محتاجة لولي فهذا أمر أيضا لابد من أخذ بعين العقود بس هذا لازم أنا ناقش مع ولي يعني لازم أنا أقول له مثلا أبغى كذا وكذا وكذا يمكن أن أكون أنا في شروط معينة يعني هو حيقول عليها أوكي أنا يمكن لأه ومسألة الولي مسألة تتعلق بكون الأنثى قادرة على اختيار زوجها ولا لا لأن الولي هو يتحكم بالزوج أيوه هل الأب يقبل لبنته زوج معين هي اختارته صحيح فهذه المسألة تأخذ على اختياره أوكي يعني نحنا بالنسبة للعقد في شروط كثيرة وفي أمور كثيرة بس نحنا اللي بنتكلم اليوم أنا كيف المرأة تحمي نفسها قدر الإمكان بالعقد كيف؟ كيف؟ هذا السؤال الكبير للمرأة شو الشروط اللي ممكن تضاعها المرأة في عقد الزواج الإسلامي عقد النكاح صح بقولك حاليا شيء بالنسبة للمرأة السعودية بيكون أمر يعني مستهجا إلى حد ما إن من أكثر الشروط اللي حاليا في عقد الزواج تطلب وتشرط قيادة المرأة السيارة في العقود المؤخرة هذه الجديدة هذه جديدة كانت قبل مثلا إنها تحصل على تعليمها لأن قبل كربثة المرأة السعودية تعاني من مسألات إنها تتزواج رجل وهي في سن صغيرة فما يخليها تدرس أهلها يشرطون صح كان شرط الدراسة موجودة يشرطون مثلا أمور تتعلق بالعمل ممكن تعمل بعد الزواج ولكن الآن قيادة السيارة نعم في الإمارات نفس الشروط ممكن توضع في العقد ممكن توضع في أي عقد في أي دولة في أي مكان مدام إن البنت قادرة على إنها تطلب وتشرط طيب معلش سؤال في بعض السيدات يمكن شرطها إنك لو في يوم من الأيام تطلقت ما تطلب فلوس بس في الآخر لما برضو بيصير عند الطلاق يشرط عليه هذا الشرط فكيف يكون موجود وفي الآخر يصير هذا الشيء شفت أكثر من حالة من هذا المواضيع فهل بيكون العقد هنا ما هو مكتوب بشكل سليم؟ بالنسبة للمؤخر مؤخر الصداق الشرعي لابد من أن يلتزم الرجل بسداده في حال هو اللي يطلق أما في حال طلبة الزوجة الطلاق وكانت يعني إذا الحد ما إذا مثل خلع نسميه ممكن تخسر مؤخرها تخسر مؤخرها وتدفع ولا لا؟ مش بالضرورة تدفع ولكن هاي مختلف عليه في بعض القضاة يقول لك يعني ترجع مثلا هداياها ترجع الأشياء اللي هو تكلف بها بس هاي مسألة تتعلق بالمؤخر ولكن أرجع وأقول إن الأمر الذي تفهم المرأة إنها من حقها تضع اللي تبغي في عقدها ومسألة إنه بنهرب الزوج بيخاف بيشرد والله اللي بيشرد يشرد صح؟ طب معلش سؤال تاني خلاص عدني بإنه يخص المرأة انا شاهد ناطر بس انا شاهد على الملكة بس ابو اعرف في سيدات يقولك لو اتزوجت علي انا كمان ابغى اقدر اطلب الطلاق ممكن ان تنحط هذا الشرط صحيح ولكن ممكن المحكمة في يعني حسب سلطة تقديرية للقاضي يعطيها شيء يقول في لا والله هذا الشرط فاسخ ولكن لن يفسخ العقد لأن هذا ما أحله الله للرجل ليش أنا فسخ لك عقدك إذا أنا هذا أمر الله أحل له ولكن هذا شرط ممكن تضع الزوجة البنت وهي مرتاحة هل هناك اختلاف بين عقد النكاح الشرعي واتفاقية ما قبل الزواج مختلف تماما عن عقد النكاح عقد النكاح الشرعي بس عقد ما قبل الزواج اتفاقية ما قبل الزواج اللي حين درج استخدام كلمة pre-nup هاي عادة تكون للأسر الثرية اللي يدخل والله رجل يتزواج بنتهم يخافون في النهاية يدخل على طمع في دول أخرى يقدر يحصل على أموالهم وأملاكهم في بريطانيا في فرنسا في الدول الأجنبية في تسوون عقد من البداية يقول لك لا لك مالها ولا لها مالك مثلا أو أنت مثلا غير قادر أنك تحصل على أي من أموالها بعد الزواج بسبب الطلاق أو بسبب آخر طب عليش أنا عشان في كتير بك السيدات الموضوع لما لا ترهو الموضوع مو تسواج رايحين تسواج أبغى وأبغى لا لازم نسأل بالمعقول لازم نسأل لأنه في قاضي القاضي شاف موضوع لا ما هي حقوق أحفظها من البداية يعني مثلا في سيدات تقول لك أنا خاف أتزوج ويصير عندي ولد ولا ولدين وبس أتطلق يجي يسحبهم مني فهي تقول له والله أنا حتى لو طلبت الطلاق من حقيني أنا رب الأولاد خاصة إذا تزوجت مرتين سهل أنه يسحبهم فهي في الأول تقدر أنها يعني تحط هذا الشرط؟ إسقاط الحظانة هذا أمر راجع للمحاكم ولكل قضية ومعطياتها وظروفها لكن إني أنا أشرط قبل ما أتزوج إني أنا أطفالي يكونوا من حقي هذا أمر مستبعد وغير وارد فهي الأمور خلنا نبتعد عنها نحن نقول هذا حقك في الزواج أنا أبغي أسكن في بيت معين أنا أبغي أتعلم أحصل على تعليم أنا أبغي مثلا في مثل الآن في السعودية أبغي أقول سيارة سهل اسمح لي بقيادة السيارة إذا ما سمحت لي والله هذا الزواج يعتبر عقد فاسخ فسخ بيني وبينك وانتهينا فهي الأمور يرد أن الشخص يقبلها مثلا بتتعدى إلى أمور الأطفال ومستقبلية تبدأ الأمور تخوف ومن يقول سترندي عيالة أنا أساس طيب لو نأخذ نصائح عامة للمرأة المقبلة للزواج اللي تبي اتفاقية زينة ورصينة في احترام متبادل مو والله خيالات تروح الكوفي هي وصديقاتها وحطي وكذا وشيلي لا بأخذ كده هذا أنت الحين مو أخيرون خيالات لا 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 إحنا اللي قاعدين نشهدوا من المشاكل وأشياء وفي أشياء كثيرة قاعدة يعني على مستوى 12 سنة أنا قاعدة أنا أخش قضايا أنا عمري في حياتي ما كنت أتخيل إنهم حيوصلوا لهذه المرحلة فلو كان في شروط وعلى بيّنة هتحمي نفسها أبسط الشروط يمكن عندي أنا تكون مهمة يمكن هو عنده تكون مرفوضة فلازم نكون على بيّنة بضبط فلو ناخذ يعني شيء عام أنا أحب أقول لكل إمرأة عقد زواجك هو العقد الأهم في حياتك ممكن عقد الأمل يجي قبل عقد الزواج بس ضروري جدا إنك تكونين على بيّنة شو هو عقد الزواج يعني هو عقد بين طرفين ونحنا ضروري جدا إننا نأخذ به بإنها تكون شروطك قابلة للتحقيق عشان لا تخسري الزوج ولكن في النهاية أنت تكونين أسرة فأنتي لازم تكون شروطك إلى حد ما تحميكي ماليا ومستقبليا ونفسيا شكرا جزيلا شكرا على هالنصائح الأكثر من رائعة وإن شاء الله تجمعنا لقاءات قادمة نبي الرجل شنو بالعقدة المرة الجايبة المرة الجايبة أكيد لنا وخورات كثيرة معاك بالنسبة من رجل إلى ولكننينشئ